فالولادة اللي النهاردة زعلين من إننا نحن بنقول من أخطأ يجب أن يحاسب إحنا محددناش أولاً مين هو الغلط لأن ما نعرفش أنت بتتكلم على وقت أزاره أزاره لما أطع الفانيلا قد يكون مدفوعاً بنفسه فيبه هو الغلطان يبه هو يستحق العقاب وعقابه الاتحاد الإفريقي وأعتقد أنه هو برضو كان ينظر إلى اتخاذ بعض الإجراءات ولكن طب إفريد جات له تعليمات يبقى أزاره في وجهة نظري براءة ويعاقب اللي قال له عمل كده إلى آخر مدى مهما كانت النتيجة حيزعل حيمشي حيععد مين هو أنا معرفوه بالتحقيق حيقول مين اللي قال أزاره إذا كان حد قاله ده كلامنا إحنا بنقول حننسى لحظة الهزيمة وحتبقى مجرد ذكرى لكن إنحيازك للمبدأ هو اللي هيعيش معاك هو إحنا لما قلنا الأهلي مش عظيم ده بيكسب عشان عظيم كنا بنتحك على نفسنا ولا مصدقين كنا الناس متأكدين إن الأهلي عظيم لأنه بيكسب عشان عظيم عظمته سر انتصاراته سر انتصاراته لأنه شامخ التاريخ هتيجي تكسب وحتكسر 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 وحيحدث صحيح أطراح كتيرة وأطراح قليلة ولحظات مؤلمة يمكن كان أكثرها إلما مباراة الزهاب هناك لكن أنا بقول وقمت كده إن الفرق غتيلت معنويا قبل السفر بسبب هذه الواقعة تقريبا وطبعا التزوير والتدليس واللي حصل واللي بالمناسبة اللي عايز يعرف مش ماو ده كان مباراة عليه قوي كده الواحد وكان واخد حريته يسأل هو شريك مين في مصر حيعرف مفتاح اللغز يعني هننقل مش هنتكلم في النقطة دي الناس بقى هي مسؤوليتها إننا تدور وتجيبي الإجابة لنا كان قاعد مع مينو بيكلمين في الأسبوع اللي قبل المباراة فأنا بقول لهم يا ولدنا يا أخواتنا إذا كان إنحيازنا للقيم حيزعلكم مش قصد زعلكم بس مش هعرف أعمل غير كده لو كان إنحياز للقيم حيدفعني ثمن أهلا بقي ثمن بس حظل شايف الأهلي زي ما شفته وعشته ومش حكون أبدا في لحظة من اللحظات من الذين يعني يعملوا كده عشان أي حاجة من الأسباب حتى لو إحنا إعلام ما إحناش أصحاب قرار يعني أنا أنا ما كون صاحب قرار واتلع أتكلم آه ما تتكلمش لما كون أنا في جهاز بس مع أسرار واتلع أقولها لا ما تقولش لكن أنا لما كون بنور لهم بنحاز لقيم عشان تظلوا يا أولادنا أنتوا فخورين بالأهلي دا وتعلموا لولاد كنتم وتكبروا ليس المقصود إن إحنا نخش نتراشق ونسمع خلاص أنا أنا ناس كتير بتتصل بي ما تعمل مداخلة ما تردوا ما تقول ما تعمل إزاي يحصل معاك قلتلي يا جماعة أنا مش بزحل لقينا أنا عارف عارف الخبرة وعارف فورة الغضب ومديهم الحق في كل دا بس أنا مش عايزهم يكتزئوا الكلام من صياقه وياخدوا جزء كده يبنوا عليه آآ السنتاج لإن إحنا عايشين دي يعني لما قلتلك إن أجاية وربيعة ومعلول يوم ما يرجعوا أكنهم إضافات في يناير قالك مش هيجيبوا لعيبة لما طلعت مع كابتن زكريا قلت دا لا يتعارض مع دا أنا بقول دا لكن مؤكد هنجيب لعيبة قلت كده مع كابتن زكريا اللي عايز يصدر كمل في هذا السياق دا هطلع مع كابتن زكريا وقال أجاية من صفقات الشتاء ها لما جيبنا لعيبة صغار السن هطلع ويقولك أنت راح جايب لي مش عارف إيه من تسعة وتسعين هو دا معناه أنا مش ها دا تصحيح مصار الناشئين هو درعك وصمام أمنك للمستقبل لكن مش هيلهين عن التدعيم الكبير اللي حيظل يستمر لأن أنت لما تجيب عشر لعيبة دا عن تبين قطاع الناشئين وواضح عملوا إيه فورة وثورة في قطاع الناشئين من واقع النتائج وتصدر كل فرق النادل الآلي للمسابقات ويطلع كابتن عبد الرحمن يقولك عندنا عدد هايل عدد هايل لأنه هو خد كمان مش بس اعتمد على سبعة وتسعين اللي بيلايه مميزين تحت السن برضو بيضمون معه بيجهزهم عشان يطلعوا الفريق الأول أنا بس معلش أنا عايز أنا عارف أن أنا طاولت عليك إنما أنا خلاص خلاص تقريبا كلامي فاجتازقوا هذا الكلام دا مش نوين جيبه خلوا بالكم وفرقوا بين حاجتين إن في في تدعيات لمن اخترقوا النادي الأهلي ما زالت مستمرة وفي دولاب العمل أنا مش بقول يعني حتقوليلي أسرار لا دا واقع دا الناس بتتجرى أن تروح لهم لحد بوابت النادي عشان تقابل دا وتقابل دا وتكلم دا وتعمل دا مش سهل وده اللي كان عميلي إزعاجة أصياد إبراهيم في الفترة اللي فات تلات أربع سنين اللي فاتوا لما كنت بتكلم في الحكاية دي لأنه عارف إن هي مش مش واحد حياخد عصاه ويارحل دا حيسيب وراه أثار على ما تتخلص منها هتاخد وقت ومن ضمن أهدافه الكبرى كانت التجرق على كلمة مبادئ إيه وقيم إيه وفضلوا ورددوها وقت الانتخابات وهم بيضربوا فيها دلوقتي وكل ما نيجي هو دا حسابات الناس دي معانا احنا في الحتة دي طيب هنا نقطة نظام خاصة بالبرنامج يمكن المهندس عدل أشار لها وهي تتعلق بحق البرنامج في تناول كل ما يعج في النادي الأهلي وكل ما يخص النادي الأهلي نجوم النادي الأهلي أحوال النادي الأهلي مسؤولي النادي الأهلي قرارات النادي الأهلي كلها على مئدة المناشف في ملك وكتابه الحلقة قبل الماضية قبل الماضية وبعد المباراة الأولى للأهلي مع التراجي في برج العرب احنا قلنا بوضوح وليد أزاره أخطأ وأخطأ في حق القيم الرياضية لكن وده اللي أكدنا عليه ساعتها خطأه ما كانش له تأثير على قرار الحاكم ولأن الحاكم في الأول صفر إدى ضربة جزاء وأشار بإيده للفيديو ورح يعمل تشكل الفيديو في اللحظة دي وهو بيراجع الفيديو وليد ارتكب الخطأ بتاعه قلنا ما لهاش أي لازمة لأنه خلاص الحاكم صفر ولما رجع ما شفهوش فما بدأ أيها هذه الفعلة قلنا ما كانش لها تأثير قلنا اللي روج لها واهتم بنشرها واضح جدا ضد مصلحة الأهل الإعلام التونسي استغلها الميديا العالمية عملت عليها ضجة كبيرة عملت عليها ضجة كبيرة لما قلنا رأينا ده بعد المبرأة الأولى لكنا موافقين أنه وليد أزاره يعمل كده ولكننا بنجيز هذا التصرف ولكننا شايفين أنه أثر على نتيجة مباراة جينا المباراة التانية هو أثر على المباراة التانية جينا المباراة التانية بقى الحلقة الماضية وإحنا بنراجع وقلنا لكم ساعتها في البداية إحنا معنيين بتدرس المشهد كله ذهابا وإيابا بكل اللي حصل فيه وحتى كان عنوان الحلقة إن لم يكن الآن فمتى يعني إذا ما كناش هنتدارس المشهد بكل ما فيه ونعمل مراجعة لكل التفاصيل اللي حصلت يبقى إمتى وإن لم يكن للأهلي فلمن وقلنا إن المصلحة والأمانة تقتضي إن احنا نناقش كل اللي حصل بكل أمانة ونحدد الأطراف اللي أخطأت أيا كانت هي مين عشان ده ما يتكررش تاني قلنا وليد أزاره أخطأ وأخطأ لأنه انتهك قيمة الروح الرياضية بس في الحتة دي معلش يا أستاذ إبراهيم قلنا لو أن وليد أزاره فعلىها من نفسه يبقى أخطأ يتحمل مسؤوليته لوحده لكن حد الطلب منه يبقى خلاص تحيي تقال مين اللي طلب منه مين اللي طلب منه وفي الحالة دي في حق القيم الرياضية اللي هي بقيم الأهلي عشان ده اللي حتحسب علينا تاريخيا بالضبط مش الهزيمة اللي حتحسب علينا تاريخيا حتقولك في اليوم الفلاني وفقته على كذا وفقته على كذا احنا قلنا ده ليه لدرجة إن أنا قلت معلش يا أستاذ إبراهيم قلت لا يعني يشينني أن يكون في عندي واحد مختلص ولكن يشينني أنا أتسطر عليه مع فرق التشبيه يعني مش المقصود ولكنه لا أنا أنا أتكلم في العموم بالضبط لا يشينني أن أنا أكون عنده مخطئ لكن يشينني أن أنا أسكت على الخطأ إنما الفكرة إن أنا أولاً بعد المباراة التانية بعد المباراة التونس وده اللي أنا أكد فيها للموان سعادة لما بيقول ليه يا وليد كده خلتنا مكسوفين وإحنا بندافع لأن أنت بتدافع عن خطأ لابد أن أنت هتعذر بأنه خطأ وده محدش أنكره خالص هنا وإحنا بنمارس هذا الحق الطبيعي في الحرص على الأهل والدفاع عن قيم الأهل التي لن نفرط فيها ولن نتخلى عنها على الإطلاق لأنها ثابت من صوابت حباً في الأهل ودفاعاً عنه وعن السبب الحقيقي لا أفهم أن حد يقول ملكه اكتب أخطأ وكان لازم أن النقد يكون في غرف مغلقة أنا ما أعرفش يعني إعلامي يقول رأي في غرف مغلقة الغرف المغلقة بس أنا مش حابب أن نحن نكرر كلام بدون بنعيه كويس هي المجرد مش عبارة الناس كلها تقولها المسؤول لازم أن يحاسب مسؤوليه في غرف مغلقة المدرب لابد أن يقيم لعبته في غرف مغلقة الإداري يحاسب ويعاقب في غرف مغلقة هي دي أدبيات الأهل الإدارية دي من سوابته لكن لا أفهم أنه إعلامي يقول رأيه في غرف مغلقة معرفهش يعني ما اعتقدش مرت على حد فبالتالي لما بنقول رأينا بنقوله على الملأ وبنقوله في حق نقد ذاتي صريح في خطأ لا يجب السكوت عليه في انتهاك للقيم الرياضية لا يجب أبدا القبول بيها لأنه دي الأهلي لأنه دي الأهلي لكن في نفس الوقت قلنا لابد أنه يتبين الأمر الرجل ده تصرف من نفسه ولا طلب منه وفي الحالتين يكون الحساب على صاحب الخطأ والأمر بيه لأنه أنا لا أفهم أي حد حريص على النادي الأهلي أنه ألاقي الميديا العالمية وألاقي وكالات الأنباء وألاقي صحف كبيرة بره يعني الجانب التونسي نجح بامتياز في الترويج لهذه اللعبة لأنه حطوا الصورة ووليد بيقطع فانليته وضربة جزاء وبقى الكلام اللي في كل الميديا العالمية ووكالات الأنباء أشهر ضربة جزاء مفابركة مفيش حد أهلاو يقبل بكده خالص أنه الناس تختازل للمسألة كلها ويظهر الأهلي في مظهر وهذا نوعنا لما تكلموش العالم كله بيتكلم والعالم كله بيتكلم فإحنا لما بندين وليد أزارو أو بنرفض هذا الخطأ هذا حفاظا على قيم الأهلي وليس انتقاصا من شأن وليد أو أي لعب ارتكب هذا الخطأ لا استوجب علينا أكننا كده بنحكم تاني بنقول لو أنا وليد عشان برضو هيحصل يعني مزايدة على الموضوع لو وليد أزارو تتحمل مسؤوليته لو هذه تعليمات اللي أظر التعليمات يشيل المسؤولية بس هي دي الأمانة اللي بنتكلم فيها على صورة النادي الأهلي ما يبقاش الأهلي صورته في الميديا العالمية تحت أي ظرف أنه سرق بنالتي وأنه أوعز للعب يقطع فنلة عشان ياخد ضربة جزاء والناس بره ما شافتش المباراة ما شافتش أن الحركة عملت بعد ما الحكم صفر الناس اختزلوا لها الأمر في الجزئية دي تعرف الغريبة أستاذ إبراهيم تاني يعني يمكن ما نحن نأكد على معاني تاني تصرف وليد لم يؤثر على نتيجة المباراة اللي لعبها ولكنها أثر على نتيجة المباراة اللي بعدها كهرب الجو وطر الأجوال أظهر الآلي في مظهر أنه أخد حاجة مش من حق وفبالتالي الواقعة أصبح مطلوب منه وانا الواقعة مش وليد أظهره أصبح مطلوب منه هناك أنه حتى شحنه والتوتر والغضب الجماهيري كله كان بسبب تصرف في تقديرنا ولا زلنا وأعتقد حضراتكم معانا في ده حركة ولا لها أي لازمة طب ولا لها أي لازمة حتى للعليم من هناك لو كنتوا شايفينه صح خلاص يبقوا أنتوا ليك وجهة نظر وإحنا لنا وجهة نظر لو شايفينه غلط كلنا نقف مركب واحد لو سمحت ملك وكتابة لاتغير رأيه ارتكب خطأ بعد المباراة التانية في المباراة الأولى بعدها بعد الواقع مباشرة قلنا يا جماعة وليد أزار وما فعله ملوش تأثير على قرار الحكم وإن كنا أخلاقي ولا يصح أبدا أن يزد وده ضد القيمة الرياضية ده اللي حصل في الحالة اللي قبل الماضية لكن بعد ما المسألة انتهت وفي التقييم النهائي ما كناش عارفين أن ديها يبقى لها تأثير على الأجواء في تونس إلى هذا الحد ما كناش عارفين أنها توطر الأجواء وأن الميديا العالمية قبل المباراة التانية هتقعد تتكلم على الواقع دي وتعمل عليها بشكل واضح جدا كما لو كان دي سرقة إلا بعد المباراة التانية فما كانش أبدا من الممكن أن نحن نقرى الودع بعد المباراة الأولى أن ده هيبقى لها تأثير في تونس إلى هذا الحد عشان كده دي نقطة نظام مهمة خاصة بالبرنامج وكل الناس اللي اتكلمت على الغرف المغلقة والغرف المفتلة دائما وأبدا حريصا على الدفاع عن قيم الأهلي على الأقل من وجهة نظرنا اللي ممكن كتير يختلف معنا أو كتير يتفق معنا لكن وعي أستاذ إبراهيم عزاءنا في كده أهلاوي لديه من الحرص على صورة النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي ما هو أكبر بكثير من حرصه على نتيجة مباراة أو حتى بطولة لأنه في النهاية هي دي القيم وهي دي السوابت اللي بتحق وفي النهاية ما اعتقدش أبدا أن نحن مختلفين على أن الأهلي يجب وبإذن الله دائما وأبدا سيظل عظيما تعارف مين اللي كان حيبقى أسعد الناس لو دفعنا عن هذا الخطأ تفتكر مين الذين اخترقوا الأهلي لهدم قيمه عشان يقول لك أهو طيب إزاي الحال بقى والأهلي بيحاسب أهو لا يقبل هذا الكلام إحنا مش عايشين تناقض مع نفسنا أي وتاني وتالت وعاشر نحن نديني الواقعة ونديني المتسبب فيها مش هنقول أسماء بقى ولكن اللي ظهر على الشاشة المنتج النهائي كان وليد أزار ربما يكون هو ضحية المسؤول مؤكد ممكن حاليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر